تفضل السلام عليكم وعليك السلام تفضل شيخ أنا قبل كم يوم اتصلت عليه قلت لك مهدي ولقتني شهادة لكويت تفضل نعم أنا صارت لي شبهة أحتاج بسألك سؤال إن شاء الله تجاوبي إن شاء الله تفضل الآن شيخنا ينكر من هذه الآية ينكر آية من القرآن كافر ينكر آية من القرآن كافر يعني ينكر بعد الجامعة ولا قبل الجامعة بعد الجامعة بعد الجامعة بعد جامعة القرآن ممكن يكون مشتبه ممكن كان أظنها لو بتكلم حضرتك عن ابن مسعود وبعدين أنت لسه ما نسيت الطريقة الشيعية ما تدخل مباشرة أنت لسه فيك العرق الشيعي نابض أنت لسه فيك العرق الشيعي نابض ما تدخل مباشرة قل والله الصحابة الفلاني كان لا يرى المعوذاتين من القرآن الكريم أي ابن مسعود الحين طب ما تقول ابن مسعود أنت مكسوف ولا ما تقول يا عم ولو فتحت القرآن ولو فتحت القرآن الآن هتلاقي ابن مسعود موجود في السند كان لا يراهما مش بينكرهم مش بينكرهم مش بينكرهم يا أساس فيه فرق بين الإنكار وأنه لا يراهما قرآنا ولكن يراهم دعاء 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 دي مسماش إنكار مش بينكر القرآن الكريم كان ابن مسعود يرى النهاتين الآيتين الصورتين دعاء لكن لم يسموش إنكار ما يسموش إنكار فيه فيه إشكال ثاني هم فضل رسل لي يقول أبو موسى الأشعري ادعى وجود آية ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب يا غالي شلون يا غالي يا غالي أولا لازم نرجع لصحية الحديث دي النقطة الأولى النقطة التانية بعد جمع القرآن وموافقة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكان هناك إشهاد على الآية يشهدون ثلاثة على الآية وجمع القرآن في عهد من؟ يعهد عثمان بن عفان وكان معه عليه بن أبي طالب ولم ينكر على أحد منهم فبعد جمع القرآن أصبح الباقي كل منسوخ يعد من المنسوخات وانت تقص بس شنو المنسوخ التعريف المنسوخ الاذulle الله عز وجل يقول في كتاب العزيز تعريف منسوخ الله عز وجل يقول في كتاب العزيز التاريخ منسوخ لا أقول كلمة منسوخ شنو تعريف كتعريف نسخة يعني حوزفت هناك من حوزف حوزف من القرآن الكريم وله طبعا نسخوا المنسوخ لي كذا حكم ولكن الآية الكريمة التي تقول ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها صح حلم صح يبقى إذن هناك قاعدة اسماء الناسخ ولمنسوخ ولا مش موجودة بس يعني أنا أديك مثال دلوقتي أديك مثال بسيط لو أن هناك آية نزلت في مكة ثم نسخت في المدينة أهل مكة حيفضلوا يعملوا بيها لحد ما يأتيهم من ناسخ صح صح حلم صح هكذا هكذا ممكن يكون أساس الصحابة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلمون من نسخها فيظلون يعملون بتلك الآية حتى يأتيموا النسخ لأن المساء الزمان من زي دلوقتي دلوقتي أنا أكتب على الإنترنت يا جماعة الآية دي نسخت فخلاص وليدي اسمعيل كتابها مثلا فخلاص وزعت على الناس كلها فالناس كلها تعرف أنها منسوخة لكن لا نمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقعد مع بين أربع خمس صحابة ويقول لهم هذه الآية نسخت فالصحابة الخمسة دول عرفوها لكن بقى الصحابة طب اللي موجودين في المدينة عرفوها طب اللي خارج المدينة طب اللي جي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هو في العمرة أو في الحج وذهب إلى اليمن صح أو المصح صح فهؤلاء يستخفون بعقول أدبحهم لأن الإنسان البسيط مش عارف الحاجات دي كلها هو بيظن كده معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذه الآية نسخت فخلاص كل العالم يعلم أنها نسخت لا الله المستعد شكرا لك